اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشرف لتد إكس المناهج اشكروا المناهج اشكر لكم حضوركم حياكم الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبعد التحية احب بس في البداية اعرف بنفسي وايش علاقتي بالبرزنتيشن لليوم انا اخوكم سليمان رميخان طالب لغة انجليزية علاقتي خنجي الانجليزي قعد شوي انا معد في برامج تلفزيونية ويعني لي بعض الحركات في بعض الانشطة التطوعية والشبابية علاقتي باللغة باللغة الانجليزية تأتي من الآثي هذا انا علاقتي باللغة تأتي من جامعة الإمام محمد بن سعيد الاسلامية ادرس في كلية اللغات والترجمة قسم اللغة انجليزية لا يوجد اقسام اخر ما في الاقسم واحد العلاقة الثانية مشرف على برنامج ايرلندا تعلم وستمتع بامان لتعليم اللغة الانجليزية للصغار اثناء الصيف برنامج عملي باشراف مباشر على الطلاب ايضا لمن يعرف تويتر ويعرف يا رب تطلع هاشتاغ مطبق انا الان في هذا الترم اطبق تطبيق عملي كاخر ترم في الجامعة وافتحت هذا الهاشتاغ في تويتر اصطر الجميع الذكريات اللي تمر بي في ساحات المدرسة ومحظوظ انا ان هناك يوجد وايرلس داخل المدرسة بالنسبة لفكرة البرنامج حاولت داخل الجامعة اول شي يعني بنقول لكم انه علاقة تيد وعلاقة المشروع اللي عندي مشروع اسمه Totally English واعذروني ان حذفت ال D واخدت فقط ال T وال E ليكون لدينا نادي Totally English Totally English عبارة عن نادي شبابي هو ليس نادي تعليمي نحن لا نعلم اللغة الانجليزية تعليم اللغة الانجليزية لها معاهدها ولها فصولها ولها جامعاتها لكن نحن نساعدك في ان تعيش اللغة الانجليزية فهو نادي اجتماعي يستخدم اللغة كوسيلة للتواصل يعني ما اذكر مرة جبنا مثلا كتاب grammar في داخل النادي هذا لا فقط هو تواصل اجتماعي تناقش في نقاشاتنا اليومية والعادية والسواليف اللي تمر في يومياتنا هذا فكرة باختصار بس طيب السؤال ليش سويتها النادي في هناك سببين منطقيين يعني اتوا في بالي السبب الاول سبب محلي حنا في السعودية لغتنا العربية ومن الصعب ان تجد مكان تتكلم فيه اللغة الانجليزية تمام في الجامعة فقط تتكلم اللغة الانجليزية اثناء الاستماع اثناء القراءة حتى احيانا الدكتور عندنا وهذه يعني من الاسرار الحمد لله ما في حالين كالطلاب موجود بعض الطلاب يعني في الجامعة المدرس تخصوا لغة الانجليزية ويدرس لغة الانجليزية ويتكلم فيه اشياء في الادب الانجليزي لكن ايش ايش راح بالعربي او يتكلم احيانا واشياء تشوفونا بعد شوي مواقف حتى الجدول الدراسي في العربي يعني فما فيه مجال للممارسة وهذا السبب الاول السبب الثاني قلة المعاهد المعاهد في السعودية لتعليم اللغة الانجليزية قليلة جدا وربما في الرياض لان نعيش في العاصمة العاصمة يعني مليئة بالمعاهد لكن فيها مشكلة انها داخل المعهد فقط تتعلم اللغة انجليزية اذا بغيت تتعلم لغة معناتها انك تجي قدام سبورة وقدام كلاس وقدام معلم وكتاب grammar وريدنغ ورائتنغ فقط لكن تبغى تطلع للحياة العامة تبغى تتكلم قدام الناس مع الناس وتسولف وتمارس اللغة ما في مجال فقط داخل كلاس وهي ممارسة تعليمية ولذلك يأتي يعني المحور الثاني المحور المهاري المحور السبب الثاني اللي هو سبب المهارة نفسها اللغة الانجليزية ليست مثل العلوم أو الإحياء أو الأشياء الأخرى لا اللغة الانجليزية تحتاج إلى ممارسة الأربع مهارات هذه مستحيلة أن تتلقاها تلقي مثل السباحة السباحة يقول لك لو تقرأ ألف كتاب عن السباحة مستحيل تتعلم لازم تمارس طيب يجي سؤال هنا عند خصوصا اللي تعلم اللغة الانجليزية المتخصصين في الجامعات وهذا أشوفهم عندنا في كلية وكذلك اللي تعلموا اللغة من غير في المعاهد يقول لك أفهم الـ CNN لكن ما أفهم الناس أنا تلقاني أقرأ كتاب وأقرأ مثلا في أفتح الموقع الـ CNN الـ BBC مواقع إنجليزية أقرأ ما عندي مشكلة وأفهم لكن أجي قدام الناس أشوف لي ممكن حتى تلقاهم هذه يعني إذا سافر برة أول ما يجي المطار زيسا لما تخون محمد يجي ما يرفي تكلم سوالي في الناس غير سوالي في الناس يعني بطريقين إما أنه ما يفهم كلامهم أو أن يستخدم لغة معقدة لغة ما معقدة تعتبر لغة فورمال أو لغة رسمية مرة هاويفر ومدري إيش يعني يجيب لك أشياء يعني تستخدم في المقالات أو البحوث يعني لأن تعلمك كان تعلم بحثي وهذا الذي لا يوجد عند الناس تعلم أنا عندي طلاب في الجامعة معدلاتهم خمسة وأربعة ونص معدلاتهم عالية جدا في الأدب ما عنده مشكلة في الرايتينغ ما عنده مشكلة في اللينغوستيكس ما عنده مشكلة اللينغوستيكس اللي هي اللغويات لكن إذا جاي يتكلم قد دام مع الطلاب يتكلم حتى حينا نروح مثلا نروح مكان عام أو يكون فيه شخص أجنبي يتحدث ما يفهم صعب عليه ولذلك هذه اللغة تحتاج إلى ممارسة فهذا السبب الثاني طيب أبعطيكم يعني حنا كلنا تعلمنا اللغة العربية وكلنا وبينما أنا أتحدث أنتم تفهموني ولم يأتي على أحدكم وهو صغير في عمره مثلا السن الثالثة جابه كتاب قواعد وإلا نحو وقال الله يلا يا أولدي نبغى نعلمك اليوم فعل المضارع وإسم الجر ومدري إيش ما كان في هذا لأنك تعلمت اللغة العربية من خلال التلقي والاكتساب وهذه مهارة تحتاجها اللغة وهي أنجح وسيلة لتعلم أي لغة تمام وإذلك أبعرفكم على اثنين واحد اسمه موران واحد اسمه سام هذو الأثنين جوفوا زورتهم أما ما اكتب قردنا ها لحظة شربات لحظة شربات لحظة شربات ويضحك ويرفع يدك ويقول شف ناظر ما عندي شراب الثاني وين هي؟ وتلقى يتواصل فحنا نحتفظ أن هذا العمر عمرهم سنة وستة شهور فقط تمام؟ أحسن طريقة لتعلم أي لغة هي الممارسة كما تتكلم أنت اللغة العربية التي تعلمتها بالممارسة وليس بكتب القواعد في المناهج في المدارس وليس مدارس المناهج مناهج الكتب الدراسية باصطلاح علمي طيب اللي بعده هذا لهم طبعا طبعا لهم مقاطع كثيرة سوالية يعني موجودين على الانترنت قصة Total English قصة النادي في البداية داخل الجامعة أنا وجدت مشكلة أني لا أجد مجال أني أمارس اللغة الإنجليزية تمام؟ خصوصا أني يعني أحب التواصل الاجتماعي أحب أني أشوف واحد أتكلم معه وأسمع له وأتفاعل معه ويكون بينها يعني تفاعل معين لتطبيق هذه اللغة لكن لغة كتاب لغة كرامر لغة أدب لغة هذه كلها مواد حلوة يعني تتعلمها في اللغة مهمة لكن أبغى جانب التطبيقي أبغى أمارس اللغة هذه في الحياة العامة أنا في حياة العامة أكثر ما أستخدم وأستفيد من اللغة كلام واستفادة في ممارسة في تعايش مع الناس هذا اللي أحتاج حتى أعيش اللغة لا أريد أن أتعلم اللغة يقولون في اللغة الإنجليزية To know the language and to know about the language يعني تتعلم اللغة وتتعلم عن اللغة ما نمارسه في الجامعات وفي المعاهد هو التعلم عن اللغة وليس تعلم اللغة والممارسة أبريكم أنتقل للشريحة شوفوا هذي جماعة هذا جدولي في الجامعة طبعا مو بجدولي جبتكم بجدول الاختبارات تمام؟ شوفوا اللغة ما اسمها؟ جدول الاختبارات مكتوب هذا القياس والتقويم تربية الإدارة المدرسية هذا جدول يا جماعة في كلية لغة الإنجليزية تمام؟ أنا أبغى أني أمارس اللغة الإنجليزية في كل ميادين الجامعة لا أريد فقط داخل الكلاس ومن خلال الكتاب أسأل أحدا من الدكاترة وقلت له رحت لبعد المحاضرة مرة وقلت له يا دكتور وبدأت تتكلم معها بالإنجليزي فقلت له I have a problem أدري إيش وترجح شوف يا ابني أنت عايزي طيب رد عليه بالإنجليزي أنا أفهم والله طيب حتى لو ما كنت أفهم تتوقع أنك يعني أعلم مني باللغة وأكيد أنك أجذر فيه لكن أنا أبغى تعلم أبغى مارس حاول معي تحداني أنا أتحداك تكلم معي بكلام اللغة الإنجليزية عندنا بعض الطلاب يحرجون الدكاترة في الحديث باللغة الإنجليزية لكن لأنه نظام غير مطبر طيب اللي بعده الدكتور يقول لي رح مارس اللغة برا إذا رحت الكافي شاب رحت مطعام تتكلم معاه فمرة أتحمس قلت One cheeseburger برجر أوكي بعد رد عليه طيب إيش بغى ثاني طيب ليش؟ فهذا اللي وجدته يعني في الحقيقة العامة يبغى يخدمك بأسرع وسيلة ممكنة ما يبغى يخدمك يمارسك في اللغة مفاضي لك بالعربي وهذا زميلي عبد الرحمن الجار الله يمكن كثير منكم يعرفه هذا الآن في أمريكا الله يوفقه أول مرة طبقت قلت لك سورة تعالي الفكرة كنا طالي أمريكا في الشاب فبعد ما طلعنا قلت يا عبد الرحمن عندي لك فكرة كنا نمشي سوا فكرة أني نمارس اللغة الإنجليزية نرسني هك فقالي شوف نبدأ من الآن يلا تكلم معي الإنجليزي والله يا جماعة جلس نص ساعة نتكلم بلغة الإنجليزية بحثة ما نتطرق لأي لغة بأي كلمة عربية والحمد لله حسنت أن الفكرة كانت نافعة وبعد ذلك بدأت أني أمار أني أحاول أحاولها للواقع فاتفقت أنا ومجموعة من الشباب ثمانية من الشباب خليك معي على السلايد لو سمحت بدأت في التجربة بدون إعلان هذا أول شيء وعدد محدود اتفقت أنا وثمانية بعضهم موجودين الآن وبننا خلاص قلنا خلاص نتكابل في كافي شاب ونبدأ من نمارس اللغة استمرنا الحمد لله لمدة 11 لقاء تمام؟ وكل لقاء ساعتين وهذا يعني 22 حصة دراسية مجانا اللهم قيم في الكافي شاب اللي بيحل فيها بس الكافي فكانت تجربة رائعة أني أمارس اللغة بدون ما أدخل أي معهد وبدون ما أدخل أي جامعة وبدون ما أدخل فكانت هذه فكرة حتى أطبق الفكرة للواقع لابدني أجربها والحمد لله نجحت فأسست اسم النادي Totally English وكان يعني صعب جداً اختيار الاسم كذلك فتحت صفحة على الفيسبوك أو group بعبارة أصح بعد هذا حطنا القوانين اللي نستخدمها في الاجتماعات القوانون الأول لا للعربية ليس عدم تقدير إنما حباً لها لا نريد أن نخرط بين العربية والإنجليزية ولا للسكوت أن تسكت هو مرفوض الأخطاء هي مقبولة على لدينا يعني ما عندك مشكلة تتكلم إجليزي وتخطي إذا أخطيت بالعكس مقبول جداً ولا نصحح ممنوع تقول والله أنت خرطت أنت ما تجبت الإز اللي بعد اللي هي والشي ما نقول الكلام هذا لا تتكلم فقط أوصل ما تريد وإذا سويت وإذا تكلمت بالعربي وش اللي عليك شوف معي السلايد الواجب عليك أنك تترجم وإذا ما سكت تدفع الحساب الاتفاق بين الشباب إنه كل واحد طبعاً النظام أمريكي صاير كل واحد يدفع عن نفسه فهذه حتى يضمن استمرارية البرنامج الحمد لله يعني بعضكم يسئل يقول هل تتكلمون فعلاً؟ أبعرفكم على زميلي علاء وزميلي مشعل طبعاً هذولا لغتهم العربية كلهم يتكلمون عربي عرف هم ما يعرفون بعض يعرفونهم أنا دعوتهم كلهم للغروب جلسوا في النادي لمدة تقريباً ما لا يقل عن ست لقاءات تمام؟ وحوارهم كان كله باللغة الإنجليزية بمعنى إنهم يعرفون بعض فقط بالإنجليزية لم يتكلموا مع بعض بالعربية بتاتاً ومع ذلك نجحت الفكرة هذول يعني تقول علاء تعرف مشعل؟ يقول I know him ما يقول لك أنا عارفه لأن كان كل حوارهم كل حياتهم كلها باللغة الإنجليزية فهذا أول نجاح للفكرة إنه ناس يتكلمون فقط بالإنجليزي حتى أكثر من كده يا شباب في مرة من المرات في نهاية اللقاء في نهاية اللقاء كنا نتحدى بعض إنه خلاص إذا قضيت الساعة تكلم عربي ما في مشكلة تمام؟ فما في أحد يتجرى أن يتكلم عربي ختاماً الحمد لله يعني وصلنا الآن ميتين وتسعين عضو نظمنا أكثر من خمسة وعشرين لقاء اللهم عليك بالسلايدات الحمد لله نظمنا أكثر من يعني خمسة وعشرين اللقاء وكذلك شاركنا أكثر من عشت وشرفنا الداعية يوسف استس بلقاء حضره أكثر من مئة شخص والحمد لله كان اللقاء مثمر وقريباً سأنشئ إن شاء الله بإذن الله عز وجل نادي توتلي إنجليش للفتيات أحتجت في البداية أحتجت في البداية أن أؤكد الفكرة يعني أكثر مرة طلب مني هالأمر لكن أحتجت حتى أرسخ الفكرة وأنا الآن في طور إعداد الدليل الإرشادي كذلك عندي نادي الأطفال وهذا إن شاء الله سيطبق قريباً ختاماً العلم قيد والكتابة صيده قيد صيودك بالحبال الواثقة أنا أقول واسمحوا لي يعني ما إليش أخرب اللغة اليوم ترى اللغة صيد والكتابة والممارسة قيدها قيد صيودك بالتواتل إنجليش طيب بطاقة شكر بطاقة شكر أوجيها لزملائي جميعاً في القروب كانوا يعني أكثر داعم لي قبلهم يعني عندي يوم السبت هو موعد اللقاء قبلهم كل مواعيد العائلة عندي مواعيد الوالدة دائماً تعذرني في يوم السبت ما أجيها ولا أوضيها ولا أروح معها ولا أجيها فأشكر والدتي اللي سمحت لي يوم السبت أن يكون مع القروب هذه عنوين القروب على الإنترنت ونتشرف في مشاركتكم اللهم سلايد هذه عنواننا على تويتر وعنواننا على فيسبوك بس اكتب تاتل إنجليش شكراً لكم هذه كانت فكرة ظننت أنها تستحق الانتشار ولذلك شاركت فيها في تيت شكراً لكم